تتفاقم خسائر الاقتصاد الإسرائيلي جراء العدوان على غزة واستمرار رفع الاحتلال رايات الحرب التي ترتفع يوما بعد يوم تكلفتها حيث رفع محافظ بنك إسرائيل من توقعات نفقات العدوان إلى نحو 68 مليار دولار مقارنة بتقديرات البنك السابقة البالغة 58 مليار وتتزامن تقديرات البنك المركزي الإسرائيلي هذه مع خسائر في مدخولات الضرائب بقيمة تصل إلى نحو 11 مليار دولار أما عن تقديرات النمو فتشير بيانات البنك إلى نمو بواحد ونصف في المائة فقط خلال العام المنصر بينما تدنى التقديرات النمو للعام الجاري إلى 14% من تقديرات سابقة عند 3.4 وبحسب تقرير لصحيفة يديعوت أحرانوت الإسرائيلية فإن تكلفة اليوم القتالي للجيش الإسرائيلي في أكتوبر الماضي مع تجنيد 360 ألف جندي احتياط قد تجاوزت 270 مليون دولار قبل أن تتراجع تلك التكلفة إلى 164 مليون بعد عمليات التسريح الجماعي لعشرات الآلاف من الجنود في الأيام الأخيرة وكانت وزارة المالية الإسرائيلية أشارت إلى أن التكاليف التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي ستسهم في زيادة عجز الميزانية بثلاثة أمثال تقريبا إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي إذا استمر القتال حتى فبراير المقبل وتتزايد المخاوف من ارتفاع التضخم الذي ما زال عند مستوى معتدل حتى الآن مع تحذير بنك إسرائيل من اجتفاع مخاطره خاصة في قطاع العقارات والزراعة والتي ستنعكس على الإيجارات وأسعار المواد الغذائية بشكل مباشر